النهاردة لما بتكلم عن زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص اللي وصلوا الـ 2400 جنيه ودي أقرها المجلس القومي للأجور اعتبارا من أول يناير 2022 في القطاع الخاص وكمان حددوا قيمة العلاوة الدورية بحد أدنى 70 جنيه ده الكلام بتاع الدكتورة هالة السعيد وزيرة تخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور قالت كلام مهم بخصوص تطبيق هذا الحد في القطاع الخاص وقالت إن الحد الأدنى سيطبق كمان على العاملين بالجامعيات الأهلية وهنا ستوب عايزين نتوقف هنا أمام تطبيق ده على الجامعيات الأهلية هو طبعا أمر يعد إنصاف ومساواة بين الجميع سواء كانوا قطاع حكومي أو عام أو خاص أو جامعيات أهلية لكن احنا عشان ده يتطبق في الجامعيات الأهلية أنا بادعو للحكومة إنها تسالد للجامعيات الأهلية لأن افترض جامعية أهلية ما عندهاش فلوس حتدي منين وحتمشي إزاي فلابد إن أنا آف كمان مع الجامعيات الأهلية بحيث إن أنا أساعدها طالما أنا أصدرت قرار وأصدرت قانون بهذا الشكل لأنه ده حيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا في الجامعيات اللي ما عندهاش فلوس أنا جامعية مثلا فيها خمسة ستة موظفين وما فيش فلوس هتفعلهم منين إلى 12 أو 13 ألف جنيه كل شهر يا جماعة البلد محتاجة للكل والبلد محتاجة الصراحة والوضوح الصراحة والوضوح إن أنا مغمطش عيني على الناس وقول كل حاجة تمام لا في مشاكل في مشاكل ولازم نتكلم ولازم نبلغ صناع القرار إن في مشاكل لأن دي بلدنا ولأن لو حصل حاجة الكل بيدفع التمان ولأن نحن نغمي عينينا عن مشاكلنا وعن وقعنا وعن إنه في غلاء وإن في مشاكل وإن في أزمات وفي قرارات بتعمل مشاكل يبقى إحنا ناس غير أمناء يبقى إحنا ناس غير أمناء هل حد فينا مش حريص على الدولة؟ لا اللي مش حريص على الدولة ده خاين الحرص على الدولة حرص يعني في الجنات حتش يقدر ينكر ده